رغم اتخاذ التدابير الاحترازية للعاصفة الاعصارية تيج التي ضربت سواحل محافظة المهرة وسقطرة وحضرموت اتشروا تقارير الارصاد الجوية الى تطورها الى الدرجة الرابعة بما ينظر بمزيد من الخسائر خصوصا في المناطق الساحلية العاصفة المدارية تيج تطورت خلال الساعات الماضية من منخفض مداري عميق الى مستوى عاصفة المدارية بعد ان تمركزت منطقة جنوب وسط بحر العرب وتسير بسرعة خمسة كيلومترات اذ وصلت الى السواحل اليمنية والتي قد تستمر لأيام ووفق لمركز الارصاد الجوية اليمنية فان تأثير المنخفض المداري على شكل رياح شديدة السرعة مصحوبة بهطول امطار غزيرة جدا تتراوح ما بين 100 الى 600 ملي متر قد تودي الى فيضانات شديدة للأودية كما يرتفع مستوى مياه البحر لأكثر من 6 متر وتتوقل الى اليابسة في المناطق المنخفضة المهرة اولى المناطق المتضررة من الاعصار الذي خلف خسائر مدية وتهدم بعض المنازل في حسوين وقطع الطرقات وارتفاع منسوب البحر الذي جرف عددا من قوارب الصيادين الهيئة العامة للارصاد الجوية قالت ان اعصار تيج في بحر العرب يتمركز جنوب بحر العرب ويصنف من الفئة الرابعة حيث يصاحبه سرعة رياح تتجاوز 165 كم في الساعة